افتتح محمد إبراهيم القصير المنسق العام للدورة العشرين لمهرجان الفنون الإسلامية مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة المارضة الشخصي للفنان العماني عبد الناصر الصائغة بحضور ممثلي جمعية الإمارات للفنون التشكيلية بالشارقة وبمشاركة فنانين وخطاطين وأوضح الفنان عبد الناصر الصائغة الذي عرض 30 عملا في الحروفيات أن تجربته عبارة عن محاول الاقتراب من الخط العربي صار من القواعد والأصول مشيرا إلى أن الاقتراب منه يحتاج إلى الكثير من الجرأ والصبر والمعاناة لكتابة الحرف بقواعده وأصوله فالخط العربي لا يخط إنما يرسم